صباح الخير طلابي طلاب صف سابع ألف أبا وجيم رح أشرح شرح سريع عن درس التبخر والتكاثف اللي تم إرساله لكم عشان أي حدا مش عارف لسه يحل الأسئلة اللي كانت مطلوبة منكم رح أحلها هلا بعد ما أنتهي من شرح الدرس طبعا الدرس كان المفروض أنه ينعمل في المختبر هو كله يأتوا تجارب رح أشرحها أنا نظريا إن شاء الله تكون إنها واضحة لكم بالنسبة لدرس التبخر والتكاثف أول نشاط كان مفروض أنه نعمله نعمل عملية التبخر من خلال وضع هذا الوعاء فوق اللهب طبعا هذا ميزان حرارة ومنحط هذا الحامل لحتى ما نضل إحنا مسكين ميزان الحرارة بتعرفوا أنتوا مع التسخين بسخن الميزان فما بصير نضلنا إحنا مسكينه بإيدنا إذا ملاحظين الميزان ما منخلي يلمس قاعدة الوعاء لحتى ما ياخد قراءة خاطئة من خلال أخذ حرارة اللهب المباشر إحنا عم نقيس درجة حرارة المي مش اللهب اللهب أكيد بده يعطيني درجة حرارة كتير أعلى طالب مني أبدأ بتسخين المي وبعدين أراقب ميزان الحرارة وأسجل الملاحظات أول إشي بدي أراقبه سطح السائل طبعا زي ما أنتوا عارفين رح يبدأ تصاعد البخار من عند السطح بيبدأ تصاعد بخار الماء عند أي درجة حرارة يحدث عملية التبخر وخدنا تعريفها عملية التبخر أنها تتحول من حالة السائلة للحالة الغازية مع التسخين طبعا درجة الحرارة من حساباتنا ومن النشاطات اللي كنا نقوم فيها درجة الحرارة رح تبدأ عندها هون رح تبدأ معان ظهور أول كمية من البخار عند درجة حرارة 60 إلى 65 درجة مئوية كمل بعد هيك طالب مني أقوم بتجربة التكاثف أني أجيب جليد مجروش يعني مجروش سيمعملنا في المختبر المرة السابقة وأحطه في طبق زجاجي وأعرض الطبق من الأسفل لبخار الماء المتصاعد من هذا الوعاء بحط الصحن هون وبخلي البخار يلامس الصحن البارد طبعا بدأني أسجل ملاحظاتي أكيد رح تشوفوا قطرات الماء طبعا حدثت لعملية التكاثف لما لمس سطح بارد فشرح النشاط كله موجود بهاي الفقرة تتم عملية تحول الماء إلى بخار اللي هي عملية التبخر من سطح السائل تبدأ من سطح السائل ترجمة نانسي قنقر